قتلى وجرحا سقطوا جراء تفجير استهدف المدخل الشرقي لمدينة جدابيا الواقع على مسافة عشرة كيلومترات شمال المدينة يوم الخميس بحسب ما أفاد به الناطق باسم الهلال الأحمر بالمدينة منصور عاطي عاطي أضاف في اتصال مع قناة ليبيا الأحرار أن ضحايا التفجير جميعهم عسكريون عدى شخص مدني مبينا أنهم لم يتعرفوا على جثة بعد تحولها إلى أشناء بسبب التفجير من جهته قال آمر غرفة عمليات جدابيا فوز المنصور في تصريح لقناة ليبيا الأحرار إن استهداف المدينة القصد منه السيطرة على الهلال النفطي ومحاولة مهاجمة مدينة بنغازي مشيرا إلى أن التفجير جرى بسيارة محملة بكمية من المتفجرات يقودها انتحاري قادمة من اتجاه بنغازي وفي السياق ذاته قال الناطق باسم غرفة عمليات جدابيا أكرم بحليقة لليبيا الأحرار إن الهدف من التفجير لم يكن البوابة بل الدخول إلى دخل المدينة واستهداف أحد المساجد أو أحد المواقع التي يتجمع فيها المواطنون بحسب قوله موضحا أن الانتحارية رفضت تجاوب مع الجنود في البوابة قبل أن يفجر نفسه الناطق باسم المجلس البلدي جدابيا عمر شويغي أكد لليبيا الأحرار أن الأجهزة الأمنية في المدينة أعلنت حالة الاستنفار القصوى مشيرا إلى استمرار الحياة بصورة طبيعية داخل المدينة وكان انفجارا مشابها قد وقع في التاسع من مارس الجاري أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في بوابة الستين جنوبية جدابيا ترجمة نانسي قنقر